بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلاً ومرحباً بكم في المحاضرة الأولى من مادة التحكيم التجاري والتي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن ما هي التحكيم أول شيء عندنا في محاضرة اليوم هو حديثنا عن تعريف التحكيم والفرق بين التحكيم وبين الوسائل أو الأنظمة التي تتشابه معها تعريف التحكيم التحكيم عبارة عن اتفاق أو هو اتفاق بين أطراف العلاقة القانونية على طرح أي نزاع يحدث بينهم أو على النزاع الحادث على شخص معين أو على أشخاص معينين بحيث يتولوا هؤلاء الأشخاص الفصل في هذا النزاع دون اللجوء إلى المحكمة المختصة به داخل الدولة ده تعريف التحكيم مجالة الأحكام العدلية عرفت التحكيم بأنه عبارة عن أن الخصوم يتخذوا حكماً برضاهم يتخذ الخصمين أو الخصوم حكماً يفصل بينهم في خصومتهم ويفصل بينهم في الدعوة التي نشأت بينهم ونقدر نعرف التحكيم وفقاً لما نص عليه النظام بأنه عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيل إلى التحكيم جميع النزاعات التي تنشأ بينهم أو بعض النزاعات التي تنشأ بينهم أو تكون قد نشأت بالفعل في أي علاقة سواء كانت هذه العلاقة علاقة تعاقدية أو علاقة غير تعاقدية وسواء كان الاتفاق على التحكيم ده في صورة شرط التحكيم يعني كباند وارد في العقد في العلاقة التعاقدية اللي بينهم أو في صورة مشارات التحكيم يعني ده عبارة عن اتفاق حدثة مستقلاً عن العقد الموجود بينهم ده تعريف التحكيم كبالتحكيم عبارة عن أن أطراف العلاقة القانونية أو أطراف العلاقة التعاقدية يتفقوا فيما بينهم على أن يحيلوا النزاعات التي تنشأ بينهم أو التي ناشأت بينهم إلى أطراف أخرى أو إلى محكمين سواء كانوا محكمين أفراد أو مؤسسات تتولى الفصل في هذه النزاعات بعيداً عن المحكمة المختصة به نظاماً أو بعيداً عن المحكمة التي تحددها الدولة كأصل عام ننتقل بعد ذلك إلى الفرق بين التحكيم وبين الوسائل أو العنظمة التي تتشابه معها هناك وسائل أو أساليب تحل النزاع أو هناك أساليب من أجل حل المنازعات قد تتشابه مع التحكيم في أمور إلا أنها لا تتصف بالإلزامية أو بالصفة الإلزامية التي يتصف بها التحكيم الأساليب التي تتشابه مع التحكيم زي أسلوب الصلح أو أسلوب التوفيق أو أسلوب الخبرة طيب أول شيء عندنا هنوضح الفرق بينه وبين التحكيم هو الصلح التحكيم والصلح الصلح ده عبارة عن عقد بين شخصين متنازعين أو عبارة عن عقد بين طرفين متنازعين بمقتدى هذا العقد بيرتافع النزاع بيرتافع النزاع أو بيرتافع بهذا التعاقد النزاع أو عبارة عن عقد بيترتب عليه قطع المنازع طيب الفرق بين التحكيم والصلح بيتضح في بعض الأمور أول هذه الأمور وهي أن الاتفاق على مبدأ التحكيم بيقيد الأفراد بمعنى أنه لا يمكن للأفراد الذين اتفقوا فيما بينهم على إحالة النزاع الذي نشأ أو النزاعات التي تنشأ إلى جهة معينة أو إلى أشخاص يتولون الفصل فيه لا يمكن لهم أن يلجأوا أو أن يعدلوا عن هذا الاتفاق ويلجأوا إلى القضاء أما بالنسبة للصلح فيمكن لمن اتفقوا على حال النزاع عن طريق الصلح أن يعدلوا عن هذا الصلح ويلجأوا إلى المحاكم المختصة لكي تفصل بينهم في النزاع أيضا من أوجه الاختلاف بين التحكيم والصلح أن إنهاء النزاع بالتحكيم يكون عن طريق حكم ملزم للطرفين إذا بمجرد ما أن يصدر المحاكم حكمه في النزاع في حالة التحكيم فإن الحكم الذي صدر يكون ملزم للطرفين أما إنهاء النزاع عن طريق الصلح فده لا يكون إلا برضاء أو بقبول الطرفين الصلح ممكن يتم بين الطرفين بطريقة مباشرة دون وساط يعني قد يتصالح الطرفين دون تدخل وسيط بينهم أما بالنسبة للتحكيم فلا يتم إلا عن طريق المحكم أو عن طريق المحكم الصلح يتم بإجماع أطراف النزاع لابد في الصلح أن يتفق جميع أطراف النزاع على رأي معين أما بالنسبة للتحكيم فالرأي أو الحكم الذي يصدر يكون وفقا لرأي الأغلبية أو رأي أو وفقا لأغلبية هيئة التحكيم أو وفقا لرأي أغلبية هيئة التحكيم بعد ذلك نوضح الفرق بين التحكيم والتوفيق التوفيق ده عبارة عن قبول الأطراف تكليف أو عبارة عن قيام الأطراف بتكليف شخص بيسمى موفق أو تكليف أشخاص بيسمى موفقين من أجل حل النزاع الذي نشأ بينهم الموفق أو الموفقين بيقوموا على محاولة التقريب بين وجهات النزاع أو تضييق نطاق الخلاف الذي نشأ عن طريق اقتراح حلول وسيطة يقبل بها أطراف النزاع إذن التوفيق ما هو إلا تقارب وجهات النظر بين المتنازعين أو إيجاد حل وسط يرضي كلا الطرفان أما بالنسبة للتحكيم فده يكون عبارة عن حكم يفصل في النزاع ومن أوجه الاختلاف بين التحكيم والتوفيق هو أن طريق التحكيم ملزم لأطرافه بمجرد ما أن يقوموا باختياره ولا يمكن لهم أن يتراجعوا عنه فيما بعد أما بالنسبة لطريق التوفيق فهو غير ملزم للأطراف ويمكن لهم أن يعدلوا عنه ويلجأوا إلى القضاء أو يلجأوا إلى التحكيم بعد ذلك ننتقل إلى التفريق بين التحكيم والخبرة المقصود بالخبرة هو عبارة عن الاستعانة أو عبارة عن اللجوء إلى أشخاص يكونوا متخصصين في مسائل معينة كالمسائل الفنية من أجل إبداء رأيهم فيها أو من أجل الاستعانة أو الاسترشاد برأيهم وبخبراتهم الفنية في هذه الأمور والتكليف للخبير يكون من قبل المحكمة أو من قبل هيئة التحكيم وذلك إذا كان هناك نزاع منظور من أجل التحكيم فيه الاختلاف بين التحكيم والخبرة يكون أو يكمن أو يظهر في كون الخبير بيظل عنصر مساعد للمحكم ومهمة الخبير هي إبداء الرأي لكن المحكم بتكون مهمته هي إصدار الحكم النهائي في موضوع النزاع وأيضاً بيختلف التحكيم عن الخبرة في كون المحكم يتم تعيينه من قبل الأطراف من قبل أطراف النزاع أما بالنسبة لتعيين الخبير فده بيتم من قبل المحكمة المختصة بالفصل في النزاع أو من قبل هيئة التحكيم التي تتولى الفصل في الخصومة الخبير يستمد سلطاته أو يستمد سلطاته من المحكمة أو من هيئة التحكيم أما بالنسبة للمحكم فيستمد سلطاته من اتفاق الأطراف على أن يتولى الفصل في النزاع الذي نشأ بينه بعد ذلك ننتقل إلى أنواع التحكيم ومميزات التحكيم وعيوب أول شيء هو أنواع التحكيم التحكيم ممكن يكون وفقاً لنصوص القانون وممكن يكون تحكيم بالصلح وممكن يتم أطراف النزاع أو أطراف العلاقة التعاقدية إلى مؤسسات تتولى الفصل في النزاع أو قد يتم اللجوء إلى محكم فرض يتولى الفصل في النزاع وقد يكون التحكيم اختيارياً وقد يكون إيبارياً وهذا ما نبينه أول نوع من أنواع التحكيم هو التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح التحكيم بالقانون بيلتزم فيه المحكم بأن يكون بتطبيق نصوص القانون على التحكيم في جميع مراحل بمعنى أن المحكم بيكون بدور مشابه لدور القاضي في كونه يكون بتطبيق نصوص القانون على موضوع النزاع على موضوع النزاع بغض النظر عن مدى عدالة النتائج التي سوف يتوصل إليها من هذا التطبيق أما بالنسبة للتحكيم بالصلح فده إرادة المحكم بتكون فيه طليقة بمعنى أن المحكم بيفصل فيه النزاع وفقاً لما يراه عادلاً بدون ما يتقيد بنصوص قانون معين إلا النصوص التي تكون متعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز لأي فرض أن يقوم بمخالفتها ده أول نوع من أنواع التحكيم النوع الثاني وهو التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر التحكيم المؤسسي قد يتم أو يمكننا القول أن التحكيم قد يكون في إطار هيئات أو من اختصاص هيئات أو منظمات أو مراكز تهتم بالإشراف على حل النزاع عن طريق التحكيم أو حل النزاع عن طريق الصلح أو التوفيق المراكز ديت بتعمل وفقاً لقواعد أو لوائح خاصة والمراكز ديت ممكن البعض منها يكون وطني زي غرفة التحكيم بباريس والبعض منها ممكن يكون دولي زي غرفة التجارة الدولية بباريس ده التحكيم المؤسسي أما بالنسبة للتحكيم الحر فده اللي بيتفق فيه الأطراف على تفاصيله بدون تدخل أي مؤسسات تتبع أنظمة أو لوائح خاصة أو بدون تدخل أي مراكز يكون لها نظام خاص بالفصل في المنازعات أو بالإشراف على حل النزاع عن طريق التحكيم النوع الثالث من أنواع التحكيم وهو التحكيم الاختياري والتحكيم الإجبالي الأصل في التحكيم أنه يكون بصورة اختيارية بمعنى أن أطراف النزاع تتفق إرابتهم أو يتفق فيما بينهم على أن يلتجوا إلى التحكيم بمعنى أن يكونوا باختيار محكم أو محكمين يتولوا الفصل في النزاع الذي حدث أو يحدث بينهم وفي بعض الأحيان قد يضطر أحد أطراف النزاع إلى قبول التحكيم بسبب القوة الاقتصادية الموجودة لدى الطرف الآخر أو بسبب كون الطرف الآخر في دور الطرف المزعن في العقد فيتولى هذا الطرف اقتراح أن يتم إجراء التحكيم أو وضع بند من بنود العقد أن يتم التحكيم في بلد أجنبي أو وفقا للنظام مركز تحكيم يكون هذا المركز باهز التكليف أو قد يكون بفرض محكم معين أو مركز تحكيم معين ولا يكون أمام الطرف الآخر إلا أن يقبل بهذا الشرط أو بهذا البند ففي هذه الحالة يكون التحكيم أو يأخذ التحكيم صورة التحكيم الإجبارية أيضا قد ينص القانون في بعض الأحيان على أن يكون التحكيم ملزم للأطراف على أن يكون التحكيم ملزم للأطراف بحيث يلزم أطراف النزاع أن يقوموا باللجوء إليه وذلك في إطار قانون خاص ينص على هيئة التحكيم تكون لها ولاية النظر في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون أو عن طريق اختصاص هيئة معينة تتولى الفصل في المنزاع عادة التي تنشأ من عقود معينة بدلا من اختصاص القضاء العام بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه أو تلك العقود بعد ذلك ننتقل إلى مزايا التحكيم التحكيم له عدة مزايا أول هذه المزايا وهي السرعة أول مزايا التحكيم وهي السرعة بتعتبر هذه الميزة موجودة في معظم قضايا التحكيم وده بسبب أن نظام التقاضي من خلال محاكم الدولة يكون مبنيا على اتباع إجراءات معينة أو يتخذ وقتا طويلا بسبب نتيجة تراكم القضايا وبسبب مرور القضية في مراحل البداية وفي مرحلة الفصل الابتدائية وفي مرحلة الاستيناف وفي مرحلة النقط فلذلك تأخذ وقتا أو تأخذ زمنا طويلا إلى أن يتم إصدار حكم إبات ونهائي فيها أما بالنسبة للتحكيم فيتميز بالسرعة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأطراف أيضا من مزايا التحكيم حرية أن المحكم يكون له حرية واسعة وأيضا لأطراف النزاع يكون لهم الحرية يبقى إذن من مزايا التحكيم حرية أوسع للمحكم وللأطراف حرية أوسع للمحكم في تحديد القانون الذي يكون بتطبيقه على موضوع النزاع وعلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الفصل في النزاع بمعنى أنه لا يتقيد بالضمانات الأساسية التي تنص عليها الأنظمة الأساسية للتقادي والقواعد الآمرة في الدولة بمعنى أنه لا يتبع إجراءات معينة في التحكيم يبقى إذن يكون للمحكم حرية في الفصل في النزاع وللأطراف أو بتتمثل حرية الأطراف في اختيار القواعد التي تفصل أو باختيار القواعد على موضوع وإجراءات التحكيم أو بيكون لهم الحرية في اختيار المحكمين الذين يرغبون الميزة الثالثة وهي حرية اختيار المحكمين وذي بتتمثل في أن الأطراف بيكون لهم الحق في أنه يقوم باختيار المحكمين الذين تتوافر فيهم الخبرة أو التخصصات المطلوبة في موضوع النزاع سواء كان النزاع متعلق بالتأمين فيقوم باختيار المتخصص في هذا المجال أو إذا كان النزاع متعلق بالنقل البحري فيقوم باختيار المتخصص أو إذا كان النزاع متعلق بمجال البنوك أو المقاولات فيقوم باختيار من تتوافر لديه الخبرة والدراية بالفصل في هذه المنازعة بعد ذلك ننتقل إلى عيوب التحكيم التحكيم كما له مزايا فهناك عيوب تلحق به من هذه العيوب أن التحكيم له مصاريف أو نفقات وهذه النفقات يتحملها الأطراف إذن أول عيوب من عيوب التحكيم أن الأطراف يقوموا بتحمل نفقات أو مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومصاريف التنقل أيضا في بعض الأحيان قد يتم اختيار أشخاص ليسوا كفاءة أو ليسوا خبرة ودراية للفصل في النزاع أما بالنسبة لفضاة الدولة فالأصل أنه يتم اختيارهم بناء على خبرة ودراية ويكونوا مؤهلين إلى الفصل في مثل هذه النزاع إذن مع كون التحكيم يساعد على اختيار المحكمين من ذوي الخبرة إلا أن ذلك الاختيار قد لا يتوفر في من تتوفر لديه الخبرة أيضا من عيوب التحكيم أن حكم التحكيم يصدر وفقا لنظام التحكيم الجديد الذي لا يقبل الطعن وإنما ترفع بشأنه دعوة بطلان وذلك على خلاف أحكام القضاء التي تقبل الطعن أو سواء كان بالاستناف أو النقد أو إعادة النظر وده بيتيح للقصوم بعض الضمانات التي قد تؤدي إلى الحصول إلى حكم عادل في النزاع بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته